مساء الورد والفولي والاسمين أهلا بحضراتكم في يوم جميل اتنين جميل بيجمعنا طالما حضراتكم موجودين معايا يبقى كيد ده يوم جميل كل صاحبك طيبين مولد سيد الخلق سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام لكن مش هنتكلم عن حلوة المولد لأن حضراتكم الحمد لله دفنتوا الجثة فقدر الوقتي هتكلم في الحصل خلاص احنا قعد نرغي في اللي ايه انتوا عملتوا كل حاجة انا واثق فيكم تماما النهاردة هقول لكم ازاي بقى لتخلص من هزي الجثة ازاي اللي عملنا في المولد ينتهي والعك اللي عكتو ده يطلع من جثبكم كان لكم ما عملتوش حاجة في اخر الحلقة شكده اخر الحلقة مهمة جدا ده موضوع الموضوع التاني هعمل لكم مفاجأة عزمكم كمان 10 ايام يوم 20-11 في مطعم 5 stars لمجموعة منكم بنتكلم في نطاق 10 اشخاص هيبقوا موجودين معايا هنعمل انباضي هنكشف على كل الموجودين هناكل وهنشرب اكل صحي بس اكل مطاعم مش التقليدي والكلام التقليدي اللي متعودين عليه اكل معمول باحترافية وصحي وجميل وهنعمل انباضي وهنعمل الكشف كل ده هدية طبعا لحضراتكو لعشرة من متابعين محمد رحيم ومتابعين برنامج لايف ماروحيم ده برضو حلوكم على الشروط وعلى التفاصيل اخر الحلقة وهنتكلم على تفصيلة يعني مش مفرحة شوية برضو في الآخر بس نخيل ده الآخر انا كنت وعدكو كنت وعدكو ان النهاردة هنبدأ نتكلم على اشكال الجسم احنا كمصريين وشعوب الارض كلها الست همهر رئيسي وبتكلم على السيدات بشكل خاص لان هم اغلب جمهورنا من السيدات الست همهر رئيسي شكلها هيبقى كويس انها تروح تلبس لايه عوزاة تروح فرح مفيش كائن سخيف وسائل يعني لا على مكان ومكان ومكان وكنتي وبقيت عشان كده النهاردة هنتكلم عن اشكال الجسم المشهورة اسباب الاشكال دي وعلاجها سمنا الموضعية اسبابها وعلاجها النهاردة في live marohaim هنبدأ بالشكل الاولاني وهو الpeer shape الpeer shape ده يا ريتل اول شكل اولاني يظهر معنا بعد ازنكم بالزبط طيب احنا الpeer shape او triangular shape من الاشكال المشهورة جدا 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 عندكو مصريين اللي هي بنتكلم على سامة الارداف يعني لغة الارداف اللي هي الجناب والمؤخرة حلوة الكلام وبرضو تضمع معها الفخذين لكن بالنسبة لنا في الطب دي يعتبر رتات اماكن الفخذين الجناب والمؤخرة هم تلاتة مش اتنين الpeer shape ده من الاشكال الشهيرة جدا عندنا كمصريين بيظهر امتى اولا وقبل كل شيء لازم تعرف ان من مشاكل اشكال الجسم ويريت نركز في الpeer shape لانه مشهور جدا عندنا من مشاكل اشكال الجسم ان فيها جزء مورفولوجي جزء شكل عائلي وراسي بحت بصي ماما بصي تيتا بصي خالته بصي عمته هتعرفي شكل جسمك عامل ازاي تخنى هناخد الشكل ده وصدقيني صعب جدا ان هو يرجع شكدا بالحل من البداية ما نحاولش ندخن طبعا تخنى وحصلت المشكلة الحل ايه نقول برضو الاسباب مرة تانية غير موضوع ان هو مورفولوجي وشكل عائلي بعض المهن اللي بتتطلب قاعدة كتير برضو عشان متابعين اغلقهم سيدات واللي بيذكروا سيدات الولاد دايما في الشوارع وعلى القهوة فلاقي السيدات عمدوهم بالشكل ده متشر جدا برضو سبحان الله الحوض عند الست غير الحوض عند الراجل الحوض عند الست متسع شوية ربنا يا رب يديكم الصحة ويرزقكم عشان الحمل وهكذا والمفروض الولادة نتم بشكل طبيعي فشكل الحوض بيبقى اعرض شوية بعض السيدات بتاخد منشيطات عشان خاطر عملية التبويض وربنا يا رب يرزقهم بأولاد مشكلة منشيطات التبويض من هي هرمونات بتؤدي الى ترسيب الدهون في الجزء الأسفل من الجسم من تحت السرة والجناب والمؤخرة وبرضو سواء حقن من الحمل او راس من الحمل او اللوب الهرموني انا مش بقول ما حد شي ياخد دول انا بقول الأسباب تمام؟ من الأسباب اللي بتؤدي الى البر شاب او تريانجلر شاب الشكل المصرين كلهم بيداقوا منه اللي هو شكل الجناب والمؤخرة طيب حل الموضوع ده ايه؟ كل الأشكال اللي هنتكلم عليها بشكل رئيسي حلها الرياضة محدش يقول لي انقاد في البيت الدين الحل وياريتها كاية كامسولة ما كانش حد غلب الموضوع لازم فيه جزء تعب وجزء الرياضة أجمل الرياضة للستة وبقولها دايما هو الرأس الرأس ونط الحبل والجري في المكان دي حاجات سهلة ممكن نعملها في بيوتنا ولو دخلنا على البيت بتاعتي دكتور محمد رحيم بيج المركز هتلاقونا انبارح منذرين حاجة في موقتهم فيها جوز كبير جدا من الحل طيب الحل بالنسبة لنا كده كترة بنعمل ايه في الموضوع ده؟ بشكل رئيسي عمدك التجهين ياما تستخدم أجهزة ياما تروح تعمل جراحة الشفط جراحة على فكر الشفط مش حاجة عبيطة الشفط بتعملش في عيادات لو روحتي للدكتور وقالك عملك الشفط في العيادة عندي تاخدي بعضك كده وتروحي الشفط لازم في عيادة لازم في حجرة عمليات وفي مستشفى متخصصة طيب بالنسبة للأدوات الغير جراحية اللي هي تخصصي احنا بنستخدم ازاي؟ بنعمل حاجة اسمها كريو على الجناب انا بتكلم على الكومن طبعا كل حال لو لها وضعه خاص بيها وكل دكتور وعنده أدواته انا بكلمكم عن الكومن الكومن نحن بنستخدم الكريو على الجناب لانه هو ملاسب جدا للمنطقة دي بيجيب نتيجة عالية جدا وبالنسبة المؤخرة بنستخدم عليها الكافيتيشن بلاس ياما لازر بارد ياما كاربوكسي طبعا كل دكتور وادواته وكل جسم وليه المناسب ليه؟ طب ليه نستخدم الكافيتيشن مش الكريو على المؤخرة؟ هو طبعا ينفع نستخدم الكريو بس المنطقة بتبقى كبيرة فمحتاجة تغطي معنا المساحة بشكل كامل البريزة في الكاربوكسي وفي الليزر وفي الكافيتيشن احنا كذا كاترة بنتحكم في العمل بمعنى المساحة اللي هنشتغل عليها وشكل المكان لان كل شخص وعنده مشكلة برضو في أنواع تحت الأنواع بمعنى سبتايتلز للموضوع ممكن حد عنده المؤخرة حجمها كبير لكن هي كبيرة لان في جزء فوق المؤخرة أسفل الضهر كبير بزيادة لو ده تشال هو بيبقى ممسوط جدا عشان كده الحل عندنا غير الرياضة واللي أحسنها للسيدات نط الحبل والرأس والجاري في المكان كمان الأجهزة وطبعا كله دكتور بيحدد الأنسب لما يشوفه للعيان ده بالنسبة لشكل الكوميترا الشكل معايا الثاني اللي معنا النهاردة هو الأورجلاس الساعة الرملية وده شكله مشهور جدا ممكن مبقاش منتشر كتير معنا الأورجلاس زي اللي احنا شايفينه ده يا جماعة الأورجلاس مش مبقاش متشر كتير لأن طبيعة الحياة خلتنا مركزين في الشكلين تتبس بس عمتا الأورجلاس أو الكوكي كولا شيم إنه هو شخص عنده جيناب وهنش لزبا للسيدات وكمان كتافها عريضة وضهرها الجزء بتاع البرام من وراء بيبقى مليان طيب أحد أسباب ظهور الشكل ده بشكل رئيسي هو راسة بحت بشكل رئيسي هو راسة بحت هو معا هي السيدة ما عملتش شيء معين خلت الشكل ده يجي يعني بمعنى إن هي مثلا ما خدتش راسة من حاملة أو هرمونات زي الشكل الأولين اللي هو كان بير شيب أو شكل الكوميترا فالأورجلاس أو شكل الساعة الرملية أغلبه بيقى وراسي بحت حلو إيه هنشتغل على قزة منطقة المنطقة السفلة وده قلناها في الشكل اللي فات ويهي كمان الظهر وبيفضل نستخدم معاها كريو مع كاربوكسي أو كريو الوحده يتوقف على كمية الدهون في المكان ده ويترى فيه تراخل في الظهر ولا مفيش ده كان الشكل التاني معنا الشكل التالي بالنسبة لنا النهاردة يا جماعة بنتكلم على الانفرتيت الرينجل زي ما حالكم شايفينه الشكل ده بيبقى سيء جدا ومسير جدا للسيدات لأنه مرتبط بسمنة الذراعين ودي المشكلة الكبيرة في السيدات الذراع من أرخم الأماكن في السيدات نتكلم على الأماكن عاملة إزاي أحسن مكان بيتحسن معنا هو منطقة البط وراها منطقة الجناب والهنش وراها الفخدين أسوأ مكان هم الذراعين في السيدات وصد منهم الشست منطقة الصدر في الرجالة طب ليه المكان ده سيء يعني إيه الفكرة المسيء لأنه هو دايما برو جرافتي دايما مع الجاذبية حريك بتغسيلة بق حريك بتنشري حريك بتكتبي بتضرب ابنك بالشبشب دايما مع الجاذبية مش عكس الجاذبية بمعنى إيدك مستواها مش فوق فبالتالي تصريف الدهون لو بيعتمد بشكل كبير جدا على الغدد اللينفوية مش شغال كويس عشان كده المكان بيتميلي رجعت السبعين مفروض تخس لأ يا مش هيخس يا هيخس ويراهرت في الحالتين عملك مشكلة كبيرة المشكلة أنه في الحل الجراحي هتخسر كتير قوي لأنه هو لازم غير شفط الدهون هيعمل عملية شد هيفتح من هنا لهنا وتشكلها بيبقى سيء جدا خاصة للسيدات المتزوجات وبين البنات لسه متجوزوش يعني هو سيء وخلص طيب حلو الرئيسي بالنسبة لنا بيكون جلسات المخصصة للذراعين الذراعين دي عاوزة حاجة للشد حاجة لزابة الدهون بالإضافة إلى قوة زيادة في حرق الدهون دي عبارة عام جلسات الكربوكسي وجلسات الـ LBG مع جلسات الفينوشاب تركيبة كده مخصصة للذراعين يا جماعة النقطة مهمة جدا لا يحد بيعمل جلسات لعلاج السمنة الموضوعية لا تأكد من الأجهزة اللي بيشتغل عليها الأجهزة في مصر المحترمة كوري مكلف فبضطر يضرب الأسعار في عشرة فالكوري هو المسيطر عند الدكاترة المحترمة وكل الدكاترة محترمة كل الدكاترة محترمة لكن في بعض الناس بيجيب أجهزة ساعة تكلفتها قليلة شوية تبقى صينية المصدر للأسف دي مش بتعمل أي نتيجة للأسف ضرارها أكبر من نفعها بلس احنا لازم نعمل تنورين تأديف كانك قاعدة بتأدي فيه بالضبط كده خمس دقائق قدام وخمس دقائق وراء بس الكلام ده كل ساعتين أو كل ساعة كل ما نعرف لأن خمس دقائق أكيد مش حيحل المشكلة لكن تكرارهم هيفرق معنا وكمان تمرين نط الحبل تمرين نط الحبل وكأنني بنط حبل مش لازم أنط فعليا كأنني بنط حبل عشان الناس اللي عندها مش تكفي في ركابها كأنني بنط حبل بالضافة لتمرين تأديف زائد الجلسات طيب يا مادية مش قادر أعمل جلسات أو لظروف دماء ما عنديش حد كويس جميعين يعمل عنده جلسات التبرين هيفرق معايا هيفرق بقدر مش هنقول إن هو كبير لكنه أكيد أحسن من إنك ما تستفديش خالص ده كان الشكل التالت معنا واللي بيدي أغلب المصريات الشكل الرابع بالنسبة لنا هو المسيطرة على الشعب المصري اللي هو الابل شيب أو السمنة المركزية اللي بتجمع في منطقة البطن تمام؟ سيدات كترة جدا يعني أو هو الشكل ده اللي دايما بنشوفه اللي هو سمنة منطقة البطن هو السمنة سنترل المركزية مش بطنه بس بتبع البطن وبتاخد طبعا جزء من الهنش والجناب بالإضافة إلى جزء الظهر طبعا عادي إن إحنا فيه أشكال بتدخل مع بعضها بيدخل معها وقت الزراعين أو أو لكن البطن هو الجزء الكبير ممكن السيدات إيه اللي بيعابل عندهم الشكل ده طبعا جزء وراسي تكلمنا إنه موجود في كل الأشكال تملك قيصرية عضلة بطنك أساسا هي الوحدة 30-40% من قوتها الرئيسية فبالتالي بطنك في الآخر 20% من الوضع الطبيب بتاعها فلازم العضلة تترهل وأي عضلة مترهلة وضعيفة بتكون فوق منها دهون ده أحد الأسباب من الأسباب التانية هي أسباب بتدي لبعضها الناس اللي عندها كلسترول عالي حجم بطنها بيبقى كبير وناس اللي حجم بطنها كبير عندها كلسترول عالي الناس اللي عندها السكر حجم بطنها كبير وناس اللي عندها بطنها حجمها كبير معرضة تماماً إنه نجي لها مرض سكر السمنة دي يا فندم السمنة البطن السمنة السنترول السمنة المركزية بشكل التفاحة من الأشكال السيئة جداً ومنتشر برضو في الرجال بشكل خاص وكتير بالسيدات هنا عندنا في مصر بسبب استسحالنا للولادات القيصرية في الرجال الشكل ده خطير جداً لأن حتى لو ما عندكش تاريخ مرضي في العائلة للسكر أو الضغط للأسف الشكل ده ممكن يجيب لك سكر أو الضغط طبعاً بالتبعية ربنا بعد أن كل ممكن يؤدي إلى أمراض العلب بالنسبة للسيدات استسحاله دي قيصري تدفعي تمنه كتير جداً جداً نسيتك كل نطلع فاصل يا جماعة ونرجع لحرقكم نكمل باقي أشكال الجسم وارجلنا لكم مرة تانية لايف مع روحيم سعيد جداً بابلتي مع حضراتكم كل يوم اتنين من ستة لسبعة وان شاء الله يا رب العادة دي ما تنقطعش بنكمل على شكل الاتفاحة أو الابلشيب المنتشر في سمنة المصريين والمصريات المصريين والمصريات تكلمنا عن مخاطرها إن هي بتؤدي من العوامل المسببة بشكل مباشر لزيادة نسبة الكوليسترول والدول السلسية في الدم بشكل مباشر إنه يجيلك ربنا يبعد أن كل سمنة من آسف رب مرض السكري من النوع التاني سكر من النوع التاني إنه يجيلك ربنا يبعد أن كلكم أمراض العلب طيب حل المشكلة دي الرئاسية بإيه؟ هنا بنتكلم عن منطقة ماسف منطقة كبيرة المنطقة الكبيرة دي بتتطلب تدخل بأكتر من شكل طبعا الكريوم لأجهزة الحديثة الكويسة جدا معاها لازم نستخدم أجهزة إزابة وشد وبالإضافة إلى الكاربوكسي ليه أنا بذكر الكاربوكسي كتير لأنه هو بيعمل عندنا مجال لحرق الدهون فبيجيب ما تيجي أسرع في وقت قليل بالإضافة للمنطقة دي من عيوبها إنك ممكن تخس وترهرط فإنت تتضايق إن خلصيت وإنت بنتضايق إن كنت زيادة عشان كده تعدد الوسائل ما بين أجهزة القريف للشد وأجهزة القلب جي للشد وكمان الكاربوكسي هيفرق جدا معانا في الإزابة والشد إنك تخس وبطنك تتشد طبعا الرياضة خاصة تمرين البطن مهمة وتمرين البطن مش لازم تجيب رأسك وسط رجليك مجرد إنك تهم من على الأرض ده سمو تمرين بطن لو أنت واقف زي حالاتك ده وشفت بطنك ده سمو تمرين بطن بنيبدأ واحدة واحدة أنا أقول لكم نصيح بشكل عام لكن طبعا المتابعة مع الدكتور متخصص بتفرق جدا ولازم الناس اللي عندها أبل شيب الناس اللي عندها سمنا شكل اتفاحة ده لازم يحاول ينزل بشكل رئيسي ويمشي بشكل رئيسي لإنك أكتر نوع سمنا معرض للأمراض آخر شكل معانا النهاردة هو الشكل الريكتانجلر الشكل المستطيل طيب الشكل المستطيل ده إيه مشكله زي يعني ما هنشايفينه مش من الأشكال المنتشرة أو ممكن لقيها وسط البات الصغيرة شوية إيه مشكل الشكل ده إنه مفوش شكل أنسوي ما عندهاش وسط عندها سمنة شوية في الزراعين ممكن شوية في الضهر عندها جنابها ممكن تبقى زيادة شوية الهنش ممكن أو ممكن لأ لكن المشكلة الرئيسية إنها نازلة مستطيل مفيش عندنا جناب عشان كده مهم قوي إن إحنا نرسم جناب لازم يظهر عندها مش الكوكو كل شيب زي الأورجلاس اللي هو الساعة الرملية إن إحنا يبقى عندنا سمنة فوق وتحت وعندنا وسط لأ إنت كان شكلك عندك شوية سمنة بسطة في الزراعين أو الضهر سهلة جدا نحلها وكمان الجناب سهلة جدا نحلها بس لازم يطلع الوسط عشان الشكل الأنسوي يبقى موجود معنا طبعا الرياضة ما نقدرش نمنعها أي رياضة تحرك الوسط كان هتبقى ممتازة زمان كانت البلاد بتلعب الهالهوب اللي هو الطوق بطلوا يلعبوه بطل حبله والرأس بيغني عن الموضوع ده بالإضافة إلى طبعا المشي لكل السيدات كويس وبنعمل جلسات على المنطقة دي عشان نظهر شكل الوسط لازم في كل الأحوال وفي كل الأشكال اللي فاتت إحنا بنتابع مع متخصص يقول لنا إيه الأنسب أنا بتكلم بشكل عام كل حد وليه الحاجة المناسبة غير اللي أنا قلته بالإضافة إلى أن وزنك لازم نرأبه في بعض ناسيب عندها سمنة موضوعية يعني مثلا قلنا البرشيب اللي هو الشكل الأسفل من جسم زيادة والقبلشيب اللي هو شكل التفاحة دول غصب عنهم لازم يخصوا دول دايما مرتبطين بمعدل السمنة العالي لكن شكل زي البستطيل شكل زي الاورجلاس مش شرط على فكرة يكون عندهم معدل سمنة عالي عشان كده الدكتور هو الأقدر على تحديد إلى أنسب لحضرتكم دي كانت أغلب أشكال الجسم على فكرة إحنا كمصرين معندها شكل محدد موجود فينا كلنا لكن دايما بنجد سمنة سنترال المركزية لها سمنة منطقة البطن زائد سمنة الزراعين يعني فيه شكلين بينضموا مع بعض وده الشكل الأغلب للسيدات واللي بيضايقهم ده للسيدات دايما الأكبر سنن اللي تجوزوا وخلفوا هكذا بالنسبة للبنات الصغيرة بنجد إن شكل البيرشيب البسلس اللي هو عندها الجناب والمنطقة المأخرة دايما هم اللي بيشتكوا منه منطقة الزراعين كمان كمصريات دايما فيه عندنا شكوى من منطقة الزراعين وذلك لضعف ممارسة الرياضة بشكل عام كمنا دي كانت الجزء الأول بالنسبة لنا إن شاء الله بعد الفاصل نرجع ناخد أستاذ حضراتكم ونجاوب عليها كلها واستنوني عشان آخر الحلقة هقول لكم هاختار عشرة منكم إزاي يقابلوني يوم الأربعة عشرين حداشر مجانا في مطعم خمس نجوم بالإضافة لنا هقول لكم إزاي تخلصوا على الجسة اللي أكلتوها في المولد نابو الشريف أشوفكم بعد الفاصل يرجعنا لكم بسرعة شديدة عشان طبعا محشتوني طيب هناخد أسئلة حضراتكم كان من الأسئلة اللي جات لي على الصفحة بتاعتي هو موضوع المولد نابو الشريف أكلنا حلويات نعمل إيه طيب في بعض الناس اللي ستما أكلش بعض الناس بتستنى الواجبة الفري بتاعت عشان تاكل لو أنت ما أكلتش دوء ولو أنت ما أكلتش دوء بالنهار مش لازم تدوء بالليل مش لازم تعتبروا حاجة لوحدها ونأكل برحتنا دوء ياريت قبلها كمان ناخد أي حاجة فيها مادة الأورلستات طبعا حاركوا مستوعبين كمية السعرات والدهوم الموجودة في حلويات المولد مش كلها سكريات بس سكريات ودهون غير طبعا المكسرات فده أخد أي حاجة في مادة الأورلستات ودوء كل نوع بتحبه تخد منه أطمى واحدة بس جزء مهم جدا يا جماعة من الرجيم أن احنا بنعمل تغيير لحياتك الفكرة مش أن أنت تبدأ أحرمك من حاجة لأ شو أنت لما تخلص دايته كنت شخص هيف إيتر للحلويات أنك بتاكل كمية حلويات بشكل كبير جدا أن الحاجة الموجودة قدام منك يا دقوتها يا ما دقوتهاش وانت مصوت ده دور الدكتور أنه هو بيبصخ للمرحلة دي عشان ما ترجعش مرة تانية فأنت لو ما أكلتش حلويات يبقى هتدوق بس والصبح بإذن الله مش بعد الظهر ولا المغرب ونأخذ قبلها أي حاجة فيها مادة الأورلستات بالنسبة للناس اللي أكلوا إن شاء الله آخر فاصل هنتكلم على بروجرام دايت كامل يحرق معنا هذه الجثة إلى دخلت الجسم طيب من الأسئلة التانية كانت أستاذة نور عاوز نظام غذائي أمش عليها خصة عشر كيلو بصوا يا جماعة السؤال ما يجيش بالشكل دا يعني إيه ما يجيش بالشكل دا أولا لازم أعرف وضعك الصح يعني حريك بس لو نتخيل أن أنت عندك حاجة عشرين سنة خمسة وعشرين طولك مية خمسة وستين سنطي ووزنك ثمانية وستين كيلو أنت كسيدة في زهنك أنك لما تبقي ثمانية وخمسين تبقي كويسة طيب يا ترى دا صح ليك ولا لا فلازم لما نيجي نبعد حاجة زي كده نبعد الوزن السن الطول والحالة الصحية العوامل دي اللي بنحدد على أساسها مسألة نزول الوزن يا ترى ننزل كم كيلو وننزلهم برضو إزاي على فكرة أغلب السيدات ما بتبقاش مشكلتهم في أنهم ينزلوا عدد كيلو جرامات كبير هي عندها مكان معين ومرتبط في زهنها إن المكان دا لو نزلت عشرة كيلو هيطير للأسف دا ما بيحصلش دي اسمها سمنة موضوعية سمنة موضوعية لازم أشتغل عليها لوحدها طبعا مع نزول الوزن لكن لو موضوع مرتبط بالنزول الوزن بس كانش حد غلب طيب شكرا لكم بالنسبة للناس اللي بعتالي صبورتي يعني ألف ألف شكرا لحضراتكم طيب بالنسبة للنسبة تكلم على سمنة البطن وإنهم عملوا كتير جدا وبطنهم ما نزلتش ما تبعت لنا السؤال دا كتير سمنة البطن بالذات في السيدات هنجد إن هي مرتبطة غير بموضوع الوراثي وموضوع بعض المهن ويويوي مرتبط بي الناس اللي أخذت في مرحلة من حياتها أدوية معناها حمل أو أدوية لتنشيط الإنجاب أو ولدة قيصاري أو طبعا الكوكتيل المحترم دا كله فبالتالي بيحصل عندها تجميع للدهون في موضوع البطن زائد عضلة البطن ضعيفة عضلة ضعيفة يعني دهون كتير عضلة البطن لو ضعيفة هي مؤهلة ومعرضة إن يتكون فيها كمية دهون أكتر من المعتاد فبالتبعية لازم نشتغل على المستوين مستوى إن إحنا نقوي عضلة البطن بالإضافة إلى إن إحنا نشتغل على الدهون كل اللي دا مش هتحسي الجمال وغير لما جلدك تشد يبقى نرجع مرة تانية هنشتغل على العضلة هنشتغل على كمية الدهون في موضوع البطن وهنشتغل على مستوى الجلد عشان كده أنا بأكد لحضراتكم إن بس قالت إنك تعمل جلسات بجانب الرياضة مهم بعض الناس ما أعتقد إن إيه لما تخس تبقى تعمل جلسات عشان تزبط شكلها والله ما كان حد غلب ما كانش حد عمل جراحات لو الموضوع بالسهولة دي معنا أم يوسف تفضلي يا فندم السلام عليكم وعليكم السلام أهلا بحرتك بني عزك استيكول وحركب صحة السلام يا فندم نعم فندم تفضلي استيكول الحم اللي هي بتعمل الحمد تمام دي بيتزود في الوزن الزبع دي ولا بتعمل نفخ في الجسم ولو أنا بطلطة هرجع الوزن العادي ولا هرد على سياتك حاضر يا فندم طيب هلأخد أم حسامك فضلي يا فندم السلام عليكم وعليكم السلام يا فندم اهلا بحرتك مشرفان استيكول اهلا بحرتك بالنسبة للسنة بتاعت البطن تمام وعايزة اسأل بالله عليك يعني يا دكتور بس اتجابنا على طول لا بالنسبة للحجن اللي هي بتاعت كل تلات شهور دي تمام نفس السؤال اللي هي بتاعت كل مناء الحمد اه اللي هي بتاعت مناء الحمد تمام يا فن حجاوب على سياتك حاضر بس حضرك والدك خساري قبل كده؟ نعم والدك خساري قبل كده يا فندم؟ لا حضرك طبيعي بس يعني خايفة منها مشعارفة هي سعبان انا عمطول بيضي لصدار وسقط سعب تمام يا فندم حرد على سياتك حاضر ام اياب تفضلي يا فندم؟ ايو اي فندم اتفضلي يا فندم اتفضلي يا فندم ازاي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله الحمد لله يا فندم اه اولة من بقول لحضرتك كل سنة وانت طيب وحضرك بصحة والسلامة يا ستك وانا انا بصدقتي البرنامج اكيد حضرتك فكالي اتشرف بسياتك دايما يا فندم ربنا يا خليك لو لسبوع الجامعة اتكلمتيش مش هطلع تاني لازل تطلعي كل مرة معنا اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه رقم للاتصال وفيه واتساب اللي هو زير وعشرة واحد تلاتة تمانية تلاتة خمسة تلاتة واحد واحد فاكرة طمام الرقم ده يا فنم دائما هتلاقي موجود على الالخام اللي تظهر على حد ما يكون ذكرتك كويسة ابعاتي عليه يا فنم ابعاتي عليه دلوقتي رسالة للمساعدة بتاعتك المساعدة الشخصية وانا توصل محليك بإذن الله طيما انتشار فينا ان شاء الله موجودة معانا ان شاء الله موجودة معانا طيب هنبدأ بإذن الله نرد على حضراتكو هنبدأ بالرد على ام يوسف ام يوسف كان بتصال على حقا من الحمل يا جماعة اللي يقوله دكتور النسا هو والدك في الموضوع ده انا مقدرش اتدخل في شغله لكن اقدر اقولك ان في بعض الوسائل من الحمل بتؤدي الى سمنة اكتر من نوع تاني انا كدوري كدكتور تغزية ان انا اتعامل معها لكن حبقى عارف ان التعامل معاكي حيبقى اصعب من التعامل مع فلان او علان نرجع نقوله مرة تانية اللوب العادي هو يعني بالنسبة لنا الكاتجورية التغزية احسن نوع ما بيعمش معانا مشكل كبيرة اللوب الهرموني وي اه نرجع اللي بعد منه الرأس معانا الحمل بتعمل معانا زيادة في الوزن يختلف نوعها بين محلي ومستورد كفء ومش نوعها كويس او نوعها يعني مش كويس اوي اه اعراضها الجانبية بتختلف معانا ده النوع اللي وراه تالت حاجة بالنسبة لنا الكابسولة وي حقوق المعانا الحمل واللوب الهرموني دول الحاجات اللي بتقدي الى زيادة ملحوظة جدا في الوزن فحقوق المعانا الحمل اه ام يوسف ومحسام كانوا بيتكلموا عليها حقوق المعانا الحمل بتقدي عن معانا لزيادة شوية في اه الوزن زيادة ملحوظة طيب يا ترى نغيرها ولو ما نغيرهاش مش انا اللي اقول لازم نرجع لدكتور النساء هو اللي اقول لحضرتك ده المناسب لك عشان واحدين تراتة يا جماعة كل يعني لازم الدكتور يحترم تخصص صدات الاخرى انا ما ادرش اتدخل في تخصص تاني اقول لك اعمل يوسوي قولك ده هيعيقنا شوية دوري ان اتعامل معه تمام طيب ام حسابك بتصل على موضة البطن جاوبنا على الموضوع ده حضرتك كنت بتاخدي اه حقوق هرمونات اه حقوق المعانا الحمل هي هرمونات ده برضو نرجع نقول لكم ده زي ما قلنا في اشكال الجسم من دي بتؤدي الى ترسيب الدهون خاصة في الجزء الاسفل من الجسم طبعا مع عدد ولادات حتى لو ولادات مش قيصرية شد عادة البطن وارتخاقها تسع شد عادة البطن تسع شهور وانها ترجع ترتخي مرة تانية واحنا الشعب بطبعه مش رياضي فبالتالي العادلة بتضعفها بتكون دهون هنرجع نمرس رياضة ولو في نسبة تراهول او تانية الاسف للاسف موجودة عمد سيدات كتير يبقى لازم يا فندم هنرجع اه نعمل جلسات ازابة للدهون وشد الجلد بنسبة لهم اياد بعتلنا يا فندم اه على رقم اه المساعد بيظهر مع حضرتك فندم دايما على الشاشة ولو متابعنا على الفيسبوك هتلاقي دايما الكنتاكتس بتاعتنا ان شاء الله تبقى موجودة معنا ام محمد تفضلي يا فندم الو الو سلام عليكم ازا كان محمد تفضلي يا فندم سمحت يا دكتور انا انا كنت يا دكتور عمنا الجيم وكنت خسها اربعين كيلو تفضل ونعمة كويس جدا فبعدين انا دلوقتي جسمي بس انا كنت خسها بنظام غذائي وكنت باخد حبوغ حريك لو متابع الحلقات اللي فاتت احنا حذرنا كتير من بعض انواع الادوية انك لابا البطالية هلازم برجع ايوه يا دكتور ما عرفتش انزل من غير اللي هو العلاج دو بص يا فندم هو انقاس في اللفظ اللفظ اللي ممكن يطلق عليه هي حل شمال بمعنى ابنك لأسف خضراته ضعيفة فاحنا غششناه عشان ينجح هو ما بقاش كويس وانا المشكلة في كده ان انا جسمي بدأ يزيد تاني بالزبط يا فندم ايوه فانا بالوقت صراحة انا مش عارفة اعمل ايه لا طيب انا ان شاء الله الحلقة دي في اخرها هنقول البروغرام دايت من البروغرامز الممتازة جدا انه بيدي طاقة وحيوية وبيدزل بشكل كويس جدا اولا يا فندم ما تقاسيش عادي جدا اللي بيحصل لك اي حد بيخص ممكن يرجع زي تاني يعني انا بعد العلاج اللي انا كنت بغضو دوت ممكن انزل من غيره تلزلي من غيره طب هو هو بصلي لا اهو موضوع ممكن يبقى ابطأ شوية وده شيء ما يقزيش عاستيقول لك حاجة اول مرة دايت هي احسن مرة تاني مرة اسوأ من الاولى بس تحسم التالتة بالتبعية اي مرة احسن من اللي بعدها مزبوط اي فاكيد المرة دي بيش هتبقى زي المرة اللي فاتت هتبقى ابطأ شوية ده منطقي صحي كلام؟ لكن اكيد حبقى فايدة نفسي يعني حديك لو كنتي خاسة من غير الادوية السيئة دي وحتى فيه ادوية في السيدليات يا فندم كويسة مصرح باستخدامها لو انت يا فندم كنتي خاسة من غير الادوية السيئة كنت ترجعي بنفس السرعة؟ او كنت تبيب حالتك للنفسية مثلا السيئة دي؟ اكيد لا الموضوع كان هيبقى احسن بكتير فيا ستي لو السكة الصح اطول شوية هي اكيد افضل من السكة الغلط لان في مجال التخصيص وفي مجال الادوية اللي بتسد الشهية الغلط الخسارة جديرة جدا لان هي بتأسرع المخ بس لو سمحت يا دكتور فيدني بالله عليك عشان اصرحة بعاني من الموضوع ده انا بعاني اخر جزء يا فندم في حلقة النهار ده ان شاء الله احنا نطلع فاصل ونرجع بازل الاخر جزء هلقول لكم عبروجل مبضاية كامل للموضوع ده يا فندم ام منا تفضلي يا فندم سلام عليكم وعليكم السلام وحتلال وبركاته لو سمحت يا دكتور ربنا يا باركلك يعني ابني ما بيأكلش خالص سنو قدي يا فندم ممكن هو عنده دلوقتي عنده 8 سنين 8 سنين ممكن تنيه طول النهارة على باكو نايتي طيب وزنه قدي يا فندم وزنه طوله قدي يا فندم هو في الطول قصير يعني مش طول زي اخواته كده طبيعي يعني حتى كله بيقول له وقصير بس بقول له هو طبيعي عملتله يا فندم تحليل انيميا عملتله تحليل انيميا لجد نسبة الانيميا عنده يعني عادي مش نزلة جوه العالي جوه عادي يعني طيب بص يفن من جزء مهم جدا انه حريك لو عودته الطفل انه يأكل حلويات فهو بيرفض الاكل الطبيعي لان هي بالنسبة له هو خلاص معديته مثلا حجماء قليل بيشبع بسرعة هو اخدها من حاجة سيئة طيب بالنسبة هو وزنه ليه ما بيزيدش رغم انه بيأكل حلويات احنا لازم نعمل غير صورة دم الكاملة بنعمل تحليل برازه وتحليل غدة عشان نتأكد انه مفيش مشاكل بالنسبة لو اخواته كلهم طوال وهو اقصر منهم بشكل ملحوظ معلش نروح لعرب دكتور اطفال بنعمل حاجة اسمها تحليل دي جروس هرمون ده هرمون النمو مش شرط يبقى عنده فيه مشكلة بس احنا ممكن الدكتور يديكي معاوضات او مكملات او يعاوض لك هرمون النمو فيبدأ يطول زي اخواته لان سنه 8 سنين ده سن كويس جدا ان احنا نتدخل ويبدأ يرجع ينمو بشكل طبيعي فحريك محتاجة تتابع مع الدكتور اطفال يكون جابه منك بس اولا اعمل تحليل غضة ضرقية زائد تحليل براز طيب شكرا جدا لحضراتكو بالنسبة للجزء بتاع الاسئلة فاصل قصير جدا وهنرجع نقولكم على المسابقة بتاعتنا والعشرة اللي احنا اخدهم معنا بإذن الله في المطعم احنا مصورين حلقة هتشوفوها دلوقتي وهقولكم على بعض المعلومات والضايت اللي هي ان شاء الله هيقضي على السعرات اللي زادت في الاسبوع اللي فات هشوفكم بعد الفاصل عزائي متابعين برنامج لايف مع روحايم اه انهاردة وجهت لنا دعوة كريمة من جرين لاونج اه شراتون تخيل انت بتروح مطعم انت دايما خايف ان انت تباوز الضايت طيب يا ترى لو المطعم ده بيقدم اكل ضايت مش بتكلم على اكل الضايت ان انت تاكل ربع الصدر الفرخة المشوية ويمي لا اكل مطعم بيحتكل حاجة جديدة وحاجة جميلة وكمان الوجبات البديلة والعصير البديلة اللي انا ندوشكم بيها على مدار شهرين ثلاثة برضو بتتوجه موجودة هنا في المكان هنعمر النهاردة الجرين شوز الجرين جوز في جرين لاونج عبارة عن ايه اتفاع الاخضر اللي انا همحياره معنا ومحياركم معنا كل مرة اتفاع الاخضر يا جماعة ما يخلاش من اي بيت ما يخلاش من اي بيت تمام الكيوي الكيوي فاكهة ممكن بعض الناس يعني عشان التكلفة المادية ما تجيبهاش كتير لكن لو تعرف ان الكيوي في فيتامين سي 150% من احتاجاتك اليومي تعرف انه بقى مهم جدا هنا في فصل الشتاء عشان ولادك وعشان المناعة وعشان يقوموا البرد تعرف ان هو مفيد جدا للقلب وبيقلل الكوليسترول عمرك ما حتسيبه من بيتك طبعا اتكلمنا كتير جدا عن الاسبيرولينا الاسبيرولينا التحلب الاخضر الجرين دايموند الماس الاخضر اللي كلنا لازم نبدأ نستخدمه في حياتنا و200 ملي عصير برتقان عصير برتقان بالنسبة لنا وسط عشان الخلاط بالاضافة الى فيتامين سي مهم جدا لمسلس الحديد الموجود في التفاح الاخضر فاحنا بنعمل حاجة متكاملة اللمون مع فيتامين سي فيتامين سي اللي في اللمون وفيتامين سي اللي موجود في البرتقان بالاضافة الى اللزعة اللي موجودة في اللمون الكلام دا حيب امني جدا عشان خطر العصير يطلع بالكالفية اللي احنا عوزينها طبعا براضع الكوي تمام البرتقان التفاح اسف 200 ملي عصير البرتقان طبعا كل حد الكميل اللي هتطلع هنا يا جماعة تكفي اتنين كوب كبير ممكن بقى لشخصين او لشخص واحد لو هياخدو كوجبة بديلة يعني لو انت مثلا انت وعندك ابنك في البيت طبعا احنا مش بتكلم عن وضياته بس بتكلم على صحة ممكن تاخدوه بين الوجبات لو انت هتاخديه الكوبين الكبار مرة واحدة اعتبري وجبة اعتبري فطار او اعتبري عشاء سواء فطار سواء عشاء هيبقى مشبع جدا لان هو بقى سموزي فبالتالي هيقعد في المعدة مزي العصير العادي اللي مش بيقعد في المعدة ابدا بالاضافة لانه وقمته غزائية عالية سعراته حرية قليلة جدا ومعلقة السبيرولينا السبيرولينا يا جماع مهمة فوق ما نتخيل اه قريب جدا هي الوقت اللي موجودة في محلات شانا موجودة في شركة جيرين سمايل لشركة المنتجة في مصر وقريب جدا هتلوقف اكتر من مكان واعتقد ان هي لما تقروا على فوائدها مش هتخلى من اي بيت وطبعا عصير لمونة او لوانتين لو حد عنده قرح في المعدة بلاش لمونة اطلاقا حد عنده شوية الاتهابات بسيطة لمونة واحدة كفاية حد بالنسباله بيحب تعمل حاجة المزدة شوية يبقى لمونتين حيبك ويس جدا وانا بشكر جدا ان المكان هنا عشان خاطر يعني انا كان استحال اشوف خلاص زي كده واجيبه في البرنامج فألف شكر للجماعة هنا الخليط بتاعنا بيتضرب تقريبا تلاتين ثانية بصو والله الرجل ببركة الله فيه شغل باقصة طاقة بسم الله ان شاء الله اكبر على الخلاط هو خلص قبل تلاتين ثانية تمام طيب هو بقى زي ما قلنا الجرين جوس انا بالنسبالي كبني ادم انا كمحمد رحيم فبحيبش تعمل حاجة بسكر زيادة هنا في المكان بيقدموا اوقات عسل وبيقدموا سكر دايت لو انت عاوز تحلل شيء ولو انت عاوزه من غير سكر انا افضل كده لو بعسل الكوب الواحد يبقى عليه معلقة عسل الناحل واحدة بس طعمه فوق الممتاز بنتكلم على طاقة احنا خدنا تقريبا اقل شوية من خمسة جرام سبيرولينا يعني انت خدت تقريبا سبعين تابين في المية من احتاجاتك اليومية من البرتنات والاملاح والمعادن اخدت فيتام يسيب كمية عالية فت قلبك فت الكلا فت الكبد بشكل عالي جدا اخدت وجبة بديلة احنا بنتكلم هنا تقريبا على كوباتين دا بالنسبالك يا فندم ممكن يبقى يا اما فطار يا اما عشا يا اما يتاخد لو كاسة واحدة او كوب واحد بس يتاخد بين الفطار والغداء كسناك او بين الغداء والعشا كسناك المفاجأة بقى اللي بنقدمها بالتعاون ما بين شركة وبين برنامج ما بين ان احنا هناخد خمسة من حضراتكم هنختارهم من البيج عندي اللي بيزع عليها برضو البرنامج لايف دلوقتي دكتور محمد روحيم نختار خمسة من حضراتكم عشان يجوا المكان ابدأوا يجربوا معنا الوجبات البديلة والعصير البديلة والعصير الصحية طبعا الكلام ده مجانا والف الف شكر لإضاءة المكان ومني انا هدية كمان زيادة ان انا هجيب كمان جهاز اللي نباضي معايا عشان خاطر نبدأ نعمل لناس دول هنختارهم ناس جيدية تماما انا ما اتشرفتش بيوم قبل كده وهيشرفوني بإذن الله ويشرفوا جرين لاوج ان هم يبقوا ناس جديدة جدا كمان هنعمل زي في المكان ده بإذن الله الكلام ده هيكون يوم الاربع عشرين حداشر ان شاء الله عشرين حداشر يوم الاربع الساعة حداشر للصبح هنبقى موجودين في جرين لاوج هنعمل هنعزب خمسة من حضراتكم ممكن معادرة المكان هي برضو تختار خمسة او ستة من عندها وبإذن الله يبقى يوم جميل نجتمع بيكم يبقى لقاء الاربع اللي احنا عملناه يوم الاربع قبل اللي فات يوم الاربع الماضي انا اسف يتكرر معنا كل فتر بإذن الله شكرا لكم شوفكم بإذن الله الاتنين جاي بدأنا اول يوم من اللقاء الاربعاء هنعمل حاجة ان شاء الله اسمها اللقاء الاربعاء عندي في العيادة في مدية نصر ستة واربعين شارع محمد النادي قبلت بجمع من حضراتكم كانوا سبعة تقريبا او تمانية يعني اعرف منهم شخصة او اتنين ما كنت شفتوهم من زمان والبقية الناس جداد احنا جينا قعدنا تكلمنا عن كل مشاكل كل الناس مشاكل ودي جدا الناس حتى تتعرف على الدكتور الناس كلها تكشف عليها كل دك المجانا ان شاء الله باذن الله يوم عشرين حضاشر هيتعامل بس في مطعم بقى يعني احنا قررنا نطور الموضوع مش خسارة فيكو بصراحة اه كنتفاهم المطعم ان احنا ناخد خمس اشخاص وهو ياخد خمسة من عنده لكن انا عرفت اتواصل معه من احنا ناخد عشرة بإذن الله بإذن الله من متابع البرنامج بإذن الله في الجرين لونج هناخد العشرة دول عليها اساس حركة متابعة معانا اللايفس اه حتدخلي تعملي شير لللايف اللي احنا عاملينه ده اه تعملي من شاء الله صحابك هو دايما الفيسبوك بيدينا ريبر تبقى اكتر ناس عملت شير بناء على زلك هناخد الناس بإذن الله طيب اه ندفن الجوزة زي اللي عملناها والغلطة كبيرة اللي عملناها في المولد النبوي الشريف بدلا من احتفل بالمولد النبوي احنا بداكم الحلويات احنا عملنا الجرين جوز شفتوه في الخمس زيال اللي فاتو هيبقى فطارك وعشاكي جرين جوز الغدا بتاعك كباتين المياه وطبقة السلطة اللي ملين بقى دونس يوم حناخد خمس ماء الرز معها شاورمة او كفدة الشاورمة عبارة عن صدر فراخ في آآ فلفل وطماطم وبسط بقت شاورمة تمام سواء لحمة او فراخ او كفدة اسكندراني بس بمعلاقة الزيت ده يوم تاني يوم حناخد شربة كرامب مع لحمة وفراخ يبقى فطرنا وعشانا اللي مودة اسبوع الجرين جوز هاديك طاقة عالية جدا هيحرق معك بمعدل عالي جدا والغدا بتاعنا خمس ماء الرز معهم شاورمة او كفدة ده يوم تاني يوم بالتبادل هناخد شربة كرامب مع لحمة وفراخ اللي عاوصفة للشربة كرامب باذن الله هيبعتلينا في الكوميتس وحنرد على حضراتكم طيب من المواضيع المهمة بالنسبة لنا ان احنا طبعا يعني الله يرحمه يحسن يا ربا هيسم احمد زكي احد الممثلين الشباب اللي توفوا في سن 35 سنة كان صدمة للبعض انه يعني طبعا الموت الفجأة ربنا يا ربي يجرنا منه وسنه صغير طب فاكرين عمر سمير اللي توفى في اسبانيا فطلقوا بعض الكبات في الجماد محترمش جديد اليوم بيتكلموا لا اصدق اخد مكملات اخد هرمونات مش مكملات اصدق اخد كذا مش اخد كذا حضرتك اكيد هيسم احمد زكي ما جابش حاجة مضروبة واكيد عمر سمير اللي توفى الله يرحمه يسئل يا رب ويصبر اهله فاسبانيا مجابش حاجات سيئة او حاجات مصنعة سيئة طب دول عشان نسمى شهورة فالناس عرفت واثرت ضجة في البلد كم حد غيرهم توفى بسبب المكملات الغذائية الغلط وبسبب الادوية اللي بتبعها في الجماد وسبب الحاجات اللي بتعمل بالك اللي هو الشكل السيء اللي انا ما بيحبوش ابدا كم حد توفى ومحد سمع عنه والله كل يوم والله كميات فوق ما تتخيله الحاجات دي بيحب في امريكا في بحل اسمه دراك سنتر مخدرات يعني هو مكان مخدرات عاو استموت نفسك روح يا حبيبي كلها سيئة مش كلها سيئة لكن انتو متخيلين اهن احنا عندنا بدايل تدينا البروتين العالي من غير ما دي نفسنا في دهية ومحدش وعي عنها ان شاء الله حلقتنا الجاية يوم الاربع القادم بإذن الله هنكون قلنا لحضراتكو برضو مين الموجودين معانا في يوم عشرين حداشر في الجرين لانج وكمان هقول لكم على البديل الصح المزبوط للويبروتينز والويبروتينز كويس على فكرة بس مش هو صدقني اللي هيغنيك وهيعملك البالك ماس في حاجات افضل منه وتديك طاقة وحيوية ومرشحة رقم واحد من الو اتش او من منظمة الصحة العالمية من المكمل الغذائي رقم واحد على مستوى العالم وهو الجرين دايموت الاسبرلينا اتكلمت بقالي شهرين ثلاثة على الاسبرلينا اتكلمت علشان من شهرين ثلاثة على الاسبرلينا كتير ما سمعونيش في احد الزملاء اليوتيوبرز احد الدكاتر الموجودين برا مصر اتكلم عنها وفحصة ضجة منها شوية في البلد لكن انا الحمدول لا بتكلم عنها بقالي فترة فكويس النوعي الناس عنها بيزيد الحلقة الجاية المقدمة هنتكلم عن الاسبرلينا ازاي خمسة جرام عشر جرام تغنيك على مشكل كتير جدا ولو انت الرياضي ازاي ابني جسمك ولو انت بنت بتروح الجيم ازاي يديكي باور ولو انت شخص مهتما بالتجميل ازاي يخليك اكثر نظارة وحيوية الحلقة الجاية ما تنسوهاش كنت معاكم محمد رحيم واشوفكم بإذن الله الى اتنين القادم من ستة سبعة لايف مع رحيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة